يمكن للنشاط السكاني أن يعطيق صورة كاملة عن اقتصاد مجتمع معين ومستقبله وتعليمه والتغيرات التي ترأت عليه بالنسبة للكسب لاحظ أحد أصدقاء الأذكياء أن التجارب الناجحة في مصر هي التي تتعلق بفتحات الجسد العين ليست فتحة جسد فلا تتوقع أن تصير ثريا من القراءة أو الكتابة يا صاحبي فتحة الأنف لهذا تروج صناعة العطور ويكدس تجار الحشيش والكوكايين والسجائر الملايين فتحة الشرج السباكون وتجار الأدوات الصحية وجراح البواسير فتحة المهبل ازدهار مهنة طب النساء والتوليد وطبعا الضعارة وشبكات اللحم الأبيض فتحة الإحليل الثراء لطباء المسالك البولية فتحة الأذنين هذا معناه الثراء لتجار الأغاني الملوثة وسادة موسيقى المهرجناد ملوك الفوضى السمعية الرهيبة التي تحاصرنا فتحة الفم لا شك أن المطاعم تربح جيدا جدا الناس لن تتوقف عن الأكل أبدا لا شك أن هذا الكلام لا يخلو من الدقة والملاحظة الجيدة مع التغيرات الاجتماعية المتوالية في المجتمع المصري خلال ثلاثين أو أربعين سنة أنشط فترات اليوم في حنكة وخبرة ينطق البصل الأخضر ثم يتخير رغيفين من الخبز يحكهما ببعضهما وبصدره لتتساقط الردة ويهز رأسه في نشوة وهو يستند على الخشب الأخضر لعربة الفول هنا تتساءل أين كان الناس يفطرون في الماضي؟ كانت هناك باحثة أمريكية في الجامعة الأمريكية كتبت دراسة قصيرة عن مجمع التحرير فقالت إن الشخص الوحيد الذي يعمل بنشاط وجدية كأنه نحلة في المجمع كله هو عمل البفيه هذا هو الشخص الوحيد الذي لا يمزح الساعة تقترب من العشرة صباحا أو تجاوزتها الآن حان موعد المقهى المقهى نشاط سكاني آخر ازدهر بقوة في الفترة الأخيرة خاصة مع تفاقم البطالة هناك مقاهي في كل مكان والمقاهي الأرقى نوعا سمت نفسها كفيتريات هناك يجلس الناس ويتبادلون السباب بينما تصل الشيشة الشيشة تزدهرت جدا مع ارتفاع سعر السجائر حجر أو حجران في الصباح يكفيان لتعمير الرأس حتى المساء والرائحة عطرة جميلة ولا شيء مثلها يعطي الانتباع بالمعلمة والحنكة خاصة عندما تضيق عينيك كثعلب حالم وأنت تخرج الدخان ثم تخرج المحمول لتستعرض شاشته قراءات حجارة الدومينو والتلفزيون مفتوح لا يتابعه أحد غالبا هو أحمد موسى على الشاشة والسبب أن صاحب المكان لا يريد ملاحقات أمنية إنه يعلق أعلانا متحركا أنه يصدق الحكومة في كل شيء فيما مضى كان توفيق عكاشة محببا جدا في المقاهي وبالطبع هناك أغاني المهرجنات التي يقدمها شباب صيع يحملون ندوب المطاوية على الوجوه ثم المباريات التي تمثل النشاط السكاني الأهم والدخل الأعلى لصاحب المقهى لكن موعدها ليلي بعد هذا نرى نشاطا سكانيا جديدا ألفت الوسيم الذي يمر على موائد القهوة حاملا مجموعة من الجوارب أو العطور أو الأقلام سوف تعرف بسهولة أنه حاصل على باكاليريوس في كلية الأداب ولم يجد عملا عليه أن يتحمل سخف الجالسين بين لا مبال أو كريه أو وغد يريد التسلية لا أكثر نشاط سكاني آخر هو المرأة رثة الثياب التي تحمل طفلا قذرا وتمر على الموائد طالبة حسنة من الجالسين حتى يطردها القهواجي في غلظة التسول يزدهر بلا شك أن المرأة تحقق أضعاف ما يحققه الشاب خريج الكلية في كل ركن من المدينة طرى محلا صغيرا فيه فتاة شاحبة هو مكتب اتصالات أو لوازم المحمول هذا نشاط سكاني جديد مزدهر وجزء منه يعكس حالة الفراغ العاتية التي يمر بها المجتمع حيث تتبدد الجنيهات في كلام على الهواء غالبا نأتي بعد هذا لنشاط سكاني مزدهر آخر هو نشاط بيع فلاتر ماء هذا فلتر خمس مراحل وهذا سبع مراحل هذا نشاط رائج جدا لأن الجميع يعرف حالة ماء الصنبور افتح الصنبور لو استطعت أن تميزه من الكولة في معظم الأحوال فأنت رجل محظوظ هكذا يصير فلتر الماء مسألة حياة أو موت فشل قلوي أو لا فشل قلوي تيفود أو لا تيفود تركب سيارة تاكسي فتقابل نوعا آخر من النشاط السكاني الشاب الذي يقود تاكسي سوف يبدأ الكلام عن العفشة التالفة التي يرفض صاحب التاكسي أن يستبدلها صاحب التاكسي لديه خمس سيارات لكنه يعطي كل سائق خمسين جنيها في اليوم لهذا يقرر الشاب أن ينتقم بأن يتلف السيارة يبتلع كل المطبات أثناء الماشي ويأخذ كل المنحنيات دون ضغط الدبرياج لتتلف الكبال وتشعر أنه يفتش عن الخدوش والتلفيات في الوقت الذي يشكه صاحب السيارة من الشباب الذين لا قلب لهم والذين يطلفون السيارة لأنها ليست ملكا لهم وقد يقوم الواحد منهم بعدة سفريات من الباطن دون أن يقول شيئا بل يضع المال في جيبه دعك من أنه لا يصلح السيارة ولا يغسلها أبدا سيارات التاكسي تنقل الطلبة الذاهبين والعائدين من نشاط سكاني جديد آخر هو الدروس الخصوصية وهو نشاط لا قيمة له عمتا ما دام الطلبة سيعملون سائق تاكسي آخرين والمحظوظون منهم سيعتون المزيد من الدروس الخصوصية هكذا تقضي اليوم في استكشاف النشاطات السكانية الجديدة فتدرك أن البطالة والغلاء يلعبان دورا مهما في تشكيل النشاط السكاني اليوم هناك بالتأكيد طريقة لوضع قطع الشترانج في مكانها والاستفادة من كل شخص حيث يكون مفيدا لا تقنعني أن الشاب الذي يبيع الأقلام في المقهى يعمل فعلا أو أنه يحقق أي كسب من عمله على العموم حاول أن تنتهي من شطيرة الفول وحجر الشيشة سريعا لتفكر معي دكتور أحمد خالد توفيق تمت بحمد الله